امار صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة معالي الفريق اول رقن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وذلك للتحقيق فيما تم تداوله ونشره من خطاب موقع من قبل مجموعة من الموظفين باحدى الجهات الحكومية فوجه سموه اللجنة بالتحقق من قصد الاساءة والتشهير واي تجاوز اداري او مخالفات بعدم الالتزام بالانظمة واحكام القانون واكد سموه على مواصلة ترسيخ مبدأ المحاسبة والمسئولية باعتبارهما ضمن اركان العدل وسلطة القانون بما ينسجم مع توجه مملكة البحرين لصون الحقوق وتعزيز الممارسات الصحيحة وبما يتماشى مع اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشددا سموه على ضرورة تطبيق القانون في ظل ما تحرص عليه المملكة من التزام بمبادئها وتكريسها بما يصب في خدمة الوطني والمواطنين